بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات حسن خطك العجيب مع احمد غريب في الخط الديواني والنهاردة ان شاء الله هناخد حرف الهاء تعال نشوف مع بعض كده الهاء المفردة هنكتبها ازاي سهلة وبسيطة مفياش اي صعوبة هي عبارة عن دايرة بسيطة كده بالشكل ده وطبعا بيكون على السطر نكتبها تاني اهي طبعا هاء اوتاء مربوطة والنطتين هتبقى شرطة بسيطة كده من فوق تعال نشوف كده امثلة مثلا كلمة مياه هنا الهاء في اخر الكلمة بس مفردة طبعا وهنا كلمة زهرة ادي برضو هنا التائل مربوطة في اخر الكلمة نفهاش اي صعوبة تعال نشوف الهاء في اول الكلمة هنكتبها ازاي بنطلع كده بدوران وبننزل وهتعمل فا وسطية او دايرة بسيطة كده وتكمل بقية الحرف نكتبها تاني اهو بنطلع كده بكيرف او بدوران وبننزل بتعمل هنا حرف الفا في وسط الكلمة وبعدها هتنزل بنفس الميل دي كده الهاء في اول الكلمة في الخط الدوان شايف بتيجي بزاوة ميل ازاي بنطلع فوق كده بتقوس او بدوران من اعلى نشوف كده حرف الهاء مع باقي الحروف ادي الهاء مع الالف وهنا مع حرف الباق طبعا الهاء شكل واحد بس في اول الكلمة ما بيتغيرش وهنا الهاء وبعدها حرف الجيم طبعا الجيم بتيجي من تحت الهاء وهنا حرف الدال بنطلع كده بسننا الفوق ونكمل حرف الدال وهنا حرف الراء والراء بدون سن وده الفرق بين الدال وحرف الراء وهنا حرف السين ملاحظ ان احنا بنرتفع بحرف الهاء عشان السين تستقل على السطر وكذلك حرف الصاد عشان الكاسة تستقل على السطر وهنا حرف الطاق بعد كده حرف العين ممكن تلمها الفوق بالشكل ده او ممكن تنزل بيها زي حرف الجيم كده تحت السطر وهنا حرف الفاق وحرف القاف طبعا القاف بتكون مطموسة في اخر الكلمة والفاق بتكون مفرغة من الداخل وهنا مع حرف الكاف والكاف هنا ممكن ننزل بها تحت السطر وهنا مع حرف الميم وخلنا الشكل ده قبل كده ممكن نعمل الميم دي وتنزل بها تحت السطر ومع حرف النون ومع حرف الهاء او التاء المربوطة في اخر الكلمة لسه هناخدها ان شاء الله وهنا في شكل تاني للتاء المربوطة ومع حرف اللام الف طبعا بتخلي الهاء مرتفعة واللم الف هنا تستقر على السطر ونشوف هنا برضو مع حرف الياء وهنا ننسينا حرف اللام او ترفع الهاء لأعلى واللم هنا تستقر على السطر وممكن تعمل اللام بالشكل ده وتنزل تحت السطر نشوف بها الهاء في وسط الكلمة هيبقى لها شكلين ده الشكل الاول بتنزل بها تحت السطر كزة على رقم سبعة وده الشكل التاني بتعملها كلها ملفوفة بالشكل ده هنا الشكل الاول الحرف اللي قبل لها اي جداعه من الجزء ده وهنا الشكل التاني اي حرف قبل لها هيجي من اعلى نشوف امثلة مثلا هنا كلمة جهاد ايد الجيم وتنزل بالهاء زي رقم سبعة كده وتكمل بقية الكلمة بتاعتها هتلاقيها شبه الهاء في خط الرقع فيها شبه كبير منها نشوف مثال تاني كلمة مقهى الهاء هيبقى في وسط الكلمة وبعد كده الالف المقصورة نشوف كلمة تاني شكل الهاء بقى التانية هنا كلمة شهر اهي الشين بتجي من فوق وهي كده تعمل الهاء تحتها بالشكل ده والرق تستقر على السطر في بقى ملحوظة مهمة ولك عليها اي سن يأتي قبل الهاء يكتب قنطلة زي الباق والتاق والساق والنون والياء والسين والصق تعال نشوف كده عمثلة مع بعض هذه هنا حرف الباق مع الهاء هنا الباق تأتي قبل الهاء من اعلى مثلا حرف النون مع الهاء تعملها برضو قنطرة وهنا حرف الياء وهنا حرف الياء مع الهاء في كلمة يهدي وهنا حرف الشين بص بقى هنعمل سنتين بس للشين وتلفع السنة الثالثة تعملها قنطرة ونفس الكلام مع الصاد تعمل سنة الصاد قنطرة قبل الهاء تعال نشوف نفس الكلمات دي مع شكل تاني من حرف الهاء في وسط الكلمة اهو برضو هنعمل قنطرة مع الهاء بالشكل ده هنا كلمة يهدي وهنا كلمة شهر تعمل القنطرة وبعد كده تعمل الهاء وتكمل بقية الكلمة بتاعتك برضو هنا سنة الصاد تعملها مع الهاء وتكمل بقية الكلمة وبعد كده معلومة مهمة لحرف الهاء في وسط الكلمة نشوف هنا بقى اخر حاجة معنا الهاء في اخر الكلمة ممكن نعملها شرطة وسيدة كده في الاخر وممكن نطلع بها الفوق وننزل نعمل دوران بالشكل ده وممكن نعملها كده بكيرف كده بسيطة نطلع وننزل بشكل منحانا ونطلع تاني نشوف امثلة مع بعض هنا مثلا كلمة هيئة هنا نعمل التقامل بالشكل ده عبارة عن سنة بسيطة بس كده وتحط النقطتين ناخد الشكل التاني نفس الكلمة برضو نعمل كده نعمل كده الهاء وننزل بزوية ميل وهذه هنا التقامل مربوطة الشكل التاني ننزل كده بدوران في اخر الكلمة نحط النقطتين طبعا هنا تكون شرطة ونشوفها الشكل التالت هنطلع كده بدوران وننزل نعمل حركة عكسها بكده ثلاثة اشكال لحرف التاني مربوطة في اخر الكلمة يلا بقيت ورقتك وقلمك وكتب معايا بعض الامثلة لحرف الهاء في اول ووسط ونهاية الكلمة هنا كلمة هلال طبعا هنعمل الهاء مرتفع عن السطر تستقر على السطر وهنا كلمة كهف انظر هنا الكهف مع الهاء وهنا كلمة فواكه حرف الواو شبكينه مع الالف وهذه هنا الكهف مع الهاء في اخر الكلمة وهنا درغم الهاء وتحتها حرف الميم والميم هنا بتنزل تحت السطر وفيه شكلين تاني لحرف الميم قلدي عليهم قبل كده في درس حرف الميم ممكن تلاجع الدرس وهنا كلمة بنها النون قبل الهاء تعملها كنترة وهنا الشكل التاني لحرف الهاء حتى فعلا ان اي سن او اي حرف مسنن يأتي قبل الهاء يكتب كنترة وكده يكون انتهى درسينا النهاردة في حرف الهاء بالخط الدواني ويا رب اكون قدرت اوصل معلومة صح كان معكم احمد غليب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر